اي شي تبي تعرف اصلح بالانجليزي اسألني ريسز شنو معناته وشنو اصلح هذا الاسم في اباسترفي اس يعني ملكية مثل ماك دانالدز في اباسترفي اس يعني البزنس هو لعائلة الماك دانالد ريس هذا اسم رجال وكذلك ممكن يكون للبنات من اللي سوى هذا المنتج هذا الرجل تمام فلانه سوى هذا المنتج سمى شغله بالأباسترفي اس للملكية فهو ريس سز ريس سز الاس لما تكون مع الاباسترفي تكون زد مثل تومز كار سيارة توم فهذا النطق الصحيح طيب ريس شنو معناة الاسم يعني شون المحيم مثلا قولك عبير معناتها تخالط الأطياب عبور الأطياب ببعضها البعض هذا معناه عبير إنها مجموعة روائح زاكية وعاطرة ريس مونجليزي الأصل ريس هو ويلش وريس بالأساس يعني المتحمس فهذا معناه اسم ريس من الولش اللي تالي طبعا دخل للغة الإنجليزية فهو اسمه ريس وهذا الشغلة فنضيف له الملكية وننطق ريسز لازم أخذ شي ننطق ز يعني لو يترجم بشكل صائب للغة العربية فينبغي أن يكون على هذا الشكل ريسز اسألني أي شيء باللغة الإنجليزية أجيب لك أصله وأشرحها تماما تفضلوا مجموعتنا بالتليقرام